من ما تعصف الأزمات بالعراق لم يجد الكاظمي إلا سياسة الهروب إلى الأمام فولى وجهه نحو الشمال حيث تركيا هبط رئيس الحكومة الحالية في أنقرة بزيارة قالت عنها حكومته إنها بالغة الأهمية بالنظر إلى أجواء التوتر الشائعة في المنطقة لكن ماذا ينتظر من الكاظمي وهل يملك شيئا من أمر العراق أسئلة لا يثيرها معارض الرجل بقدر ما تظهر على الأرض الكاظمي أكد أن حكومته لن تسمح بأي عمل يهدد تركيا انطلاقا من العراق وتلك إشكالية زمنية ومكانية فحزب العمال الكردستاني البككا يتمركز بشكل علني شمالي العراق خصوصا في قضاء سنجار غربي نينواء ولا يبدو أن لدى حكومة الكاظمي رغبة أو قدرة على إخراجه من هناك فيما يخص الملف الأمني موقع العراق واضح في إدانة وإي عمل يهدد تركيا أو الانطلاق من أراضي العراقية لتهديد الأمن القومي التركي وعدم السماح لأي جماعات أو تنظيم خارج القانون باستخدام الأراضي العراقية لتهديد جيرانا التبرؤ من ميليشيا البككا يبدو كلاما سياسيا فحسب خصوصا بعد التقارير التي تحدثت عن تمويل الحكومة للميليشيا فضلا عن الدعم والتسليح بحسب النائب السابق عن محافظة نينواء ماجد سنجاري ملف البككا لا يمكن اختزاله بالجملة التي اختصرها الكاظمي فالمنظمة على علاقة وطيدة بميليشيا الحشد وتقاسمها كثيرا من الموارد المالية في تلك المناطق ولا يخفى على أحد أن الحكومة عاجزة تماما حتى عن الاختلاف بالرأي مع الميليشيات فكيف لمن فشل بإنهاء الهجمات الصاروخية في قلب بغداد أن ينجح بإنهاء هجمات البككا أقصى شمال العراق الوفد الحكومي تحدث عن إبرام الجانبي لاتفاقات مهمة منها تجنب الازدواج الضريبي لم توضح الحكومة تفاصيل هذه الاتفاقية ومدى قدرتها على تفعيلها بالنظر إلى عدم سيطرتها على جل المنافذ الحدودية لكن ما بات محطة للانتقاد بشكل أوسع حديث الحكومة عن اتفاقية تبادل ثقافي حيث ذهبت هذه الوزارة لحصة ميليشيا الأصائب فما عسى أن تكون خبرتها المرجى نقلها سوى ثقافة الموت والاختطاف والتبعية ترجمة نانسي قنقر